محاضرة رقم 2 وأن عملية التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل الاجتماعي أدواره الاجتماعية التي يتحدد تحدد هذه الأدوار وأنه يبتس بالاتجاهات النفسية ويتعلم كيف يسلك بطريقة اجتماعية توافق عليها الجماعة ويرتضيها المجتمع ولهذا يرادف علماء الاجتماع عن من نفس الاجتماعي بين مصطلح التنشئة الاجتماعية ومصطلح التعلم الاجتماعي وأن عملية التنشئة الاجتماعية هي عملية نموية تحول خلالها الفرد من طفل يعتمد على غيره ومركز حول ذاته لا يهدف في حياته إلا إلى إشباع حاجاته الفيسيولوجية إلى معنى الفردية والاستقلال ويسلك معتمدا على ذاته ولا يخضح في سلوكه إلى حاجاته الفيسيولوجية فحسب ويستطيع أن يضبط انفعالاته ويتحكم في إشباع حاجاته بما يتفق والمعايير الاجتماعية ويدرق قيم المجتمع ويلتزم بها ويستطيع أن ينشأ الإلاقات الاجتماعية السليمة مع غيره وأن عملية التنشئة الاجتماعية هي عملية دينامية تتضمن التفاعل والتغيير وأن الفرد في تفاعله مع فراد الجماعة يأخذ ويعطي فيما يختص بالمعايير والأدوار الاجتماعية والاتجاهات النفسية والشخصية الناتجة في النهاية هي نتيجة لهذا التفاعل وهي عملية معقدة متشعبة تستهدف مهام كبيرة وتتوسل وتأخذ أساليب ووسائل متعددة لتحقيق ما تهدف إليه إذن عملية التنشئة الاجتماعية عملية معقدة ومستمرة ترجمة نانسي قنقر